موزيكة فم تبع الموشة الحقيقة الشي اللي قاعد جاري التوى في طار هالمشاورات هذية أكد ما كانت نبهت لها الجبهة الشعبية منذ البداية الشي اللي قاعدين نشوفوا فيه هو إعادة إنتاج تكرار للحواجد اللي صار قبل الكل إذا كانت تسمع الأحزاب المشاركة في نهاية الأمر هي شون هم الأحزاب مش حكومة واحدة وطنية هي لأتلاف الرباعي لأربع حزاب مع شويات هكم اتصالات بناس مستقلين وغيرها فتلقى وأنه من البداية يحلفوا بكلهم يحلفوا بأغلظ الأيمان وأنه يحبوا الوطن ومصلحة الوطن وكلهم راه تقريبا من الأول جانوة احنا مستعدين من يخذوا حد شيء من أجل الوطن وإذا بيهم اليوم طالبين كل شيء وكل وطن تنساء اللي طالب خمسة واللي طالب أربعة ولي طالب شوي واللي وزير ورجعت العركة من أجل المناصب ولي طالب بشي قعد وزير على حزاب وثما اللي طالب بشي قعد وزير وأنا كي نسمع واحدة عاتي خمسة وخمسة نسم واحد عاتي عشرين واحد عاتي مش عارف قداش ثم نسمعت حتى ثم شكون اللي باعث مطلب انتداب في الحكومة يحب يولي وزير في الحكومة إذن شنو هذا؟ لشكون بعث؟ بعث هو السيوس في الشاهد هذا الكل ذا شنوه؟ مهزلة مهزلة كما قالت الجبهة الشعبية منذ البداية مهزلة لا تلقي حديث على برنامج لا تلقي حديث على اختيارات لا تلقي حديث على العطش اللي ضرب التوانس اليوم في أكثر من جهة لا تلقي حديث على فلاحها لا تلقي حديث على صناعة لا تلقي حديث على غلاء معيشها هناك حكومة تصريف أعمل تقوم بذلك؟ فاش قاعد تصرف؟ قاعد تصرف الكلام مش تصرف الأعمال وين الأعمال تصرفه؟ هاي عندك اليوم بلاد ضربها العطش من الشمال الجنوب هاش قاعد عاملة في الشيء؟ هناك وزير فلاحها يقوم بدوره في ذلك؟ لا وزير فلاحها قاعد يقول رأوا كان التواصل وضعيك حتى المامزد حقوا بشي سارح الشعب؟ بثماش مش قليل سارح الشعب بثماش يصنخيه مخزون الذكاء ويكمل حكا ما حذروش لها تحضر لها دورك في الدولة باش تحضر أما نرجع لحكومة سيوسف الشهد إذن في الحقيقة حكومة انتع محاصة حزبية بايخة أحنا في الجبهة الشعبية نعتقده كده لثم ائتلاف حزبي صحية حيزة من الحزاب تشارك أما هذه ما هيش هي موش انتع محاصة حزبية بمعنى ناس عندها برنامج وتقدر راحة لا ناس تتعارك والنجم نقولك بثم كلمة شعبية لتلخص الكل اركب لتمنك هذا هو شعارهم شعار النداء شعار النهضة شعارهم كلهم يجاروا اركب لتمنك ولهذا هي تعطيني عظيم لاكثر ولاقل وهذا كعليش تأكدت صحة موقف الجبهة الشعبية كي قالت يات وانسى رايما هاش حكومة واحدة وطنية رايما يمناورة سياسية أكثر من حاجة أخرى وربما الحكومة الجاية مش تكون أضعف وأقل قدرة على معالجة المشاكل من الحكومة اللي فاتت خليت حدثوا شوية أيضا على موقف سيد منجي الرحوي النائب بمجلس نوب الشعب عن الجبهة الشعبية اللي كان له لقاء مع سيد يوسف الشهد رئيس الحكومة المكلف وقام الرحوي بمؤتمر صحفي البارح تحدث فيه على رفض لمقترح تعيينه على رأس إحدى الحقائب الوزارية الاقتصادية في حكومة الواحدة الوطنية قبل ما نرجع على مختلف نقاط اللي تحدث فيها سيد منجي الرحوي هيت نحكيه على موقفكم من أنه مشالي هذه المشاورات أنه تحدث ولكن لم يقبل بهذا المنصب الوزاري موقفكم من ذلك شوف نحب نوضع حاجة وأنه الجبهة الشعبية في الندوة الوطنية الثالثة انتاحة اللي صارت في آخر أفريل بداية ماي ناقشة خطها السياسي العام نعم وضبطت توجهها السياسي العام نعم وانتخبت قيادة قيادة الجبهة الشعبية المجلس المركزي وبطابة الحال وضبطت خطة كيفش مش تنظم روح جيت من بعد في الإطار هذا جات مبادرة رئيس الدولة الجبهة الشعبية خذت موقف واضح من المبادرة هذه مشينا شفنا رئيس الدولة تحدثنا معاه وحددنا موقف واضح بشكل معناها ديمقراطي ناقش ما شركوش في الحكومة هذه وبنسبة لين الأيام تؤكد صحة الموقف هذا ثم بعد جات مشكلة المشاورات الأخرى هذه ولا ما نمشوش للسيوس في الشهد وخلنا نوضح لك فرصة باش نوضح حاجة لهنا في إذاعتكم وقت اللي يقول لهم مشوش لسيوس في الشهد مش ماناها نحن رضيين الناقش ومع رؤساء الحكومات سي مهدي جمع ناقشنا معاهرة سي حبيب السيد ناقشنا معاهرة غضوة سي يوسف الشهد وقت اللي مش يشد الحكومة وإذا كان ثم ملفات ولا غيرها وتتطلب أنا ندخل ورد ندخل أما عليش مامشيناش في النهارات الخرنين مامشيناش لأنه نقاش على شنوة النقاش على برنامج ومش على برنامج النقاش على توجهات مش نقاش توجهات النقاش على تصور الحكم بديل ما هوش تصور مثلا باش النقاش هو على هيكلة الحكومة والمناصب الجبهة لا عندها وزراء مش تقترح والجبهة لا عندها كذلك طيب الناس هذا مفهوم سي حما كل موقفكم واضح كما قلت أنت منذ البداية سي المنجي الرحوي مش توصيفكم لموقف لا هو البارح وقت اللي من البارحة سمعت الندم الصحفية وكذلك في تصريحاته في إذاعة خاصة إذاعة شمس إذاعة شمس إذاعة شمس إذاعة شمس إذاعة شمس موقف فردي هكي أو لا قيل موقف خاص له موقف حزبي وله موقف الجبهة الشعبية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية به مشيها منجي أتناقش أتحاور أي فالأخر وين وصل رفض الموقف إذا أنه رفض رفض إذا أنه دار دار وروح الموقف الجبهة الشعبية بالعكس نحن الخلاصة سمحني الخلاصة تقييمكم لهذا الموقف أي الخلاصة الخلاصة اللي وصل لها منجي هي أكل موقف أنت على الجبهة الشعبية اللي قالت ما شاركوش في هالمشاورات هذه على خطر المشاورات هذه في الحقيقة راهي حرب على مواقع حرب على المناسب وراهي ما هي شي فيها منفعة للبلاد البلاد اللي تطلب برنامج وغيرها هذا إذن بالنسبة لنا في تصريح ليها سيدة منجي الرحوي تحدث على أنه قال الأمر لا يتعلق بالالتزام الحزبي والتقايد بموقفه وسياسته قال الدعوة جاءت شخصية لي لا بصفتي الحزبية وقال بأن الجبهة ما كان عليها أن تقاطع المشاورات في مرحلة حرجة جدا وأنه لا يمكن له التقايد بهذا الموقف الذي لم يقنعه كما لم يشارك في اتخاذه شو كيفاش شوف أنه منجي الموقف هذا وقالوا أنه هذا الرأي متاع ويعبر على رأي طيف واسع لا لا هذا هي شوف شوف مثلا هذه طيف واسع الجبهة الشعبية رأي عندها مجلس مركزي عندها قيادة عندها وطرها هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية نحب أن أكد هالك جبهة الشعبية منش متكونة تكونة من حزاب والله مستقلين والحزاب يرى عندها قياداتها وقياداتها المتخبة وبعبارة أخرى الطيف الواسع من الجبهة الشعبية هو رأي في أحزاب بما فيه حزب الوطن الديموقراطي الموحد وناس هذه رأي تناقش وناقشت وحضروا أربعمائة نائب في ندوة الحمامات وحدوا تتوجه مع بعضهم الحاجة الثانية نحب أن أكدها شو كيفاش رأي هو لينتمي الحزب الفرد اللي ينتمي الحزب رأي يعني أنه قبل العمل الجماعي هكو لا والحزب اللي ينتمي يقبل بشي ينتمي الجبهة منها رأي رأي ينتمي إلى عمل جماعي أوسع والعمل الجماعي فيه الأقلية وفيه الأغلبية أنت كذا الموقفك أقلي رأي أقل قاعدة في الديموقراطية أنك تخضع لك الموقف الأغلبية لم ينضبت حزبيا لم ينضبت من جبه هو هو بيدو هو قل كراني ما ضبتش إذن عبر على موقف شخصي وإحنا ما يقلقناه جملة رأي في الجبهة الشعبية لا يقلقون أطلاقا أنه واحد ما ينجمش يكون موقفكم منه كما موقفكم من رياض بن فضل وقت اللي يتحدث مع حركة النهضة وجمدته وعضويته شوف بالنسبة رأي هو الرياض بن فضل رفيقي وصديقي رأي ينتمي إلى مجلس أمناء وجه راح ويرأي ما ينتميش إلى إطار من أطر الجبهة أما منجي ينتمي للكتلة وانتعى الجبهة الشعبية في البرلمان وينتمي إلى المكتب السياسي لحزب الوطني الديمقراطي الموحد حزب الوطني الديمقراطي الموحد أنت يا هلمك ليخرج موقفه وقال له رأي موقفنا هو موقف الجبهة وحزب الوطني الديمقراطي الموحد قال له ما عندوش موقف خاص من مسلطة المشاورات هو رأي نفس الموقف بعبارة أخرى ثم أطر الحزبية ثم أطر في الجبهة ستتعاطى مع المسألة فمتي منها هذية على قد معناها حجمها والجمحة الشعبية الأهم من كل شيء مش مش تعديوهيل ونقولوا احنا بالتونسي لا مش قضية لا احنا مش نتعاملو شكة عداهيل ولا ما عداهيل لا موخد رقبيلة قتلية يركب يا مانك في المشاورات لا 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 يركب مانك مش على منجير اي لا لا على المشاورات اللي في الحكومة الوحدة الوطنية متفهمين؟ نحكي لك على النيداء نقصد من نفس المعجب طريقة قليمنا مش مش تعديوهيلو منجير رحوي بالسهلة لا 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 سمحني اللغة هذية معناش نحن نعديوهيلو شوف شوف ثم أطر حزبية شوف هو ينتمي الحزب والحزب هذية عنده قياته والحزب هذية عنده نظام مداخل وعنده قرور الأساسي يعني الوطن هو المدعولية لا وحتى الجمهة الشعبية احنا الجمهة الشعبية هنا عبرنا لما موقفنا السياسي معناها الواضح وبالنسبة لأننا المسألة هذية راهي نعتبرها مسألة جزئية مسألة نسبية وراي حتى القضية انتع رفيقنا وصديقنا رياض مفضل تعاملنا معها بكل رياحية وتعاملنا معها بكل عقلانية ورياض مفضل راهي معنا اليوم في القيادة انتع الجبهة ولكن اللي يهمني وراه كل هذا هو الموقف السياسي ونجي الرحوي رافض وعليش ارفض ارفضت قال رو الجو مش به ولكن انتقد الجبهة قال انه حرفي تصرفه وانه الجبهة الشعبية تحتاج نظرة نقدية قال لتنظيم خطها التنظيمي والسياسي ولا يتصويبه تحديدا محتاجة اليوم الجبهة الشعبية لنظرة نقدية حسب منجي الرحوي نائب عن الجبهة الشعبية في المجلس احنا منجي الرحوي احضر رو الندوة الوطنية واسمع عن النقد احنا رانا في الجبهة الشعبية ناو في احزابنا نعتبروا النقد اسلاح دايم باش نصحوا باش نحسنوا باش نتجاوزوا مش حاجة جديدة دي رأي على الجبهة الشعبية الخط السياسي انتع جبهة الشعبية راهوا ميحدوش منجي الرحوي وميحدوش حمل همامي وميحدوش الزياد الأخضر وميحدوش حمد الصديق بمفرادية هي يقول راه يصلح ولا ما يصلحش تم مؤسسات في داخل الجبهة الشعبية هذه كنت انظر فيه وهذه المؤسسات راه حضرت وناقشت في الندوة الوطنية تحت الجبهة الشعبية وحددت التوجهة تحتها بخلاف هذا الكل احنا رأينا عمره في الجبهة الشعبية مع النقد وحتى الانتقاد عمره راه ما يقلقنا واللي عنده فكرة يطرحها وتتناقش وتحل بشكل عنها ديمقراطي تمرد اليوم على مبادئ حزب الوحدة سمحني الجبهة الشعبية تمرد اليوم سيد الرحوي لا مش هو تمرد احنا بالنسبة لنا اخذها هو بيدو هو بيدو قرر ان اخذيت موقف فردي ولكنه وفق على المشاورات الشي اللي مش قابلته الجبهة ايضا يعني فمزوز نقاط الجبهة مشيت للمبادرة رئيس الجمهورية وتحثت وقالت هذا لا يعنيني المشاورات واتفاق قرتاج مش مش نشارك فيه ثم جيت المرحلة الثانية اللي هي تكوين الحكومة المشاورات حول ذلك قالت الجبهة ايضا لهذا لا يعنيني منجر رحوي مش معاكم في المبدأ ثم في النقطة الثانية ذهب للمشاورات وبعدش عمل لا لا هذك مفرمين فيه قتلي رفضة انا نحكي على المبدأ انه شارك في المشاورات هذا لا يعنيكم لا تعتبرونه تمرد ما تعتبروش عدم احترام عدم انضباط حزبي ديمقراطية تعتبروها لا لا شو كيفاش المسائل هذي اني اش حكيت لك قلت لك راهو اللي اختار العمل الجماعي من الضروري وانه يحترم القواعد على العمل الجماعي لم يحترم قواعد العمل الجماعي منجر هو قالها هو بيده وقالها لا روحه قالك انا راني قالك حتى الامين العام انت عادي يقال لي ما تمشيش مشيت اذن هذه حاجة عادية ولكن من نسبه ان نحنا راهي شنو العادي في هذا لا قلت لك هو هو هذا التصريح تقول انا الامين العام قال لي ما تمشيش وانا مشيت قلت لي هذي حاجة عادية شنو العادي في هذا لا لا بتكشي حاجة عادية قلت لك المسألة هذية تعالج فكل اوتر الحزبية في تعالج في اوتر الجبهة الشعبية وبالنسبة لنا نحنا هي تفصيلة من التفصيلات وجزئية من جزئيات تعررنا لها تو ومش نتعرضولها غضو وتعررنا لها قبل انك دائما بدان مش تلقى ناس غضبة مش تلقى ناس تنتقد مش تلقى ناس ما تنضبطش لهذا القرار في انتي او ذاك هذا اللحظ ولكن احنا رأنا قوة سياسية هل انه اليوم الجبهة الشعبية يعني حتى اليوم وقت اللي لانه كان قبل الجبهة الشعبية واضحة مواقفها انه تاخذ موقف مثلا من موضوع معين الحوار الوطني وقت باردو تشارك او متشاركش تقعد او متقعدش موقفها من الانتخابات اليوم هناك من خارج وغرد خارج سرب الجبهة الشعبية اللي هو سيد منجر رحوي اليوم هناك اصوات في الجبهة الشعبية تطلب ممكن اكثر ليونة في التعاطي مع الوضع والشأن السياسي في تونس خلنا اخشوا النقطة هذه لا بالنسبة للمثماش اكثر ليونة واكثر مورونة من اللي عند الجبهة الشعبية العكس جبهة الشعبية واعية بظروف الصعيبة لعيشتها البلاد ازمة اقتصادية ازمة اجتماعية ازمة انتا حكم شاملة ازمة امنية تم مخاطر امنية السياسة الخارجية مضطربة ومرتبكة هذا الجبهة الشعبية واعيبية وجبهة الشعبية بيش خرجتها في النادو الوطنية ولكن كأنه منها سهل على الجبهة انها تقعد على الربوة تتأمل تتحلل تتناقش تنقض ولكنها ما تحبش تدخل من الداخل تحبش تشارك تقول لك الحكم ربما قد اتعب الجبهة الشعبية او يستنزفها كباقي الاحزاب التي فعلت ذلك شوف النظرية راية دية ادخل وبدل من الداخل راية ما هيش في تونس بركة راية من القرن 19 وولا واحد نجح فيه حتى هذا في تونس وقت بن علي وقت مورجيب في فرنسا وقت ساركوزي بش كلت اخي تدخل ايش مش تعمل الفرد يدخل في مكينة وفي برنامج غير برنامجه وغير برنامج حزبه وغير برنامج الجبهة ايش من ججم تعمل تاكلك المكينة ماكلة وفي الاخر برنامج تلقى روحك تلقى ثم برنامج اخر قاعد يتنفذ هاي نعطيك مثال بسيط ايش عمل لتاكتل واش عمل حزب المؤتمر كيدخلوا من داخل مع حركة النهطة ايش عملوا خرجوا فاشلين ولا ما خرجوش فاشلين اذا ان القضية ما هيش الجبهة خايفة من حكم الجبهة تريد ان تحكم كيفاش كيفاش حاشتين اما وحدها اما بتحالف حول برنامج حقيقي لتونس هذاش عليش كوني نجم يحمى معناها يدخل في هذا التحالف مع الجبهة برشة ناس برشة بتشوفين شركان لحزاب بركة بلاد ميش كان لحزاب راي تم فيها فعاليات شبابية وفعاليات لسعية وفعاليات ثقافية ومستقلين ومستقلات ضرب الكل غديكة راهوا ياما تحكم وحدها ياما مع التحالف ياما مع التحالف ياما مع التحالف المحدد في هذا خلنحكي لك برنامج ختوة اش كنت نحكي لك أنا اشناوين يعملوا في الفلاحة هاته مترح اشناوين يعملوا في الصناعة اشناوين يعملوا للبطالة اشناوين يعملوا الجهة المهمشة اشناوين يعملوا للماء اشناوين يعملوا في بيتروفاكو في الفصفات اشناوين يعملوا للشباب اشناوين يعملوا في أشناوين يعملوا في الثقافة؟ أشناوين يعملوا في الرياضة؟ هكي شفت الكوارث اللي صارت النهارين في الرياضة في الألعاب الأولمبية؟ إذن القضية ما هيش قضية تحب تدخل الحكم ولا تحب تبقى عربوة؟ ما ناش بقينا عربوة وعبرنا بقينا على الربوة ما بقيناش على الربوة بالعكس المعارضة حبوسات والمعارضة مقاومة للإغراءات يجي شد وزير ويجي خوذ ويجي 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 والمعارضة راح يتعب أما تعب من أجل شنوها؟ تعب من أجل أن البلاد هذه نلقاوها نهار من نهارات ويقف على سجيها ببرنامجي ويقف على سجيها أما تجيني تلمي الناس وبش تنحي يا حبيب الصيد تنحيها نهار السبت تنحي رئيس الدولة نهار السبت عن طريق البرلمان نهارتين يجو مشي ناقشوك على هاي كلت الحكومة وعلى تصور الحكومة تقولهم لأ هوا عندي رئيس حكومة أرجعوني نهار الربعة مفكينة ولا مكمشي مفكينة عليه يعني الجبهة ليست معنية بالحكم إلا إذا كان ربحت في الانتخابات بأغلبية وبالتالي شاركت معناس سمحني أو شكلت أغلبية معناس خرين ديمقراطيا باش تمشي تنفذ البرنامج انتاحها لأن الأغلبية الحاكمة توا هنشفنا نتيجة انتاحها وأنا جيتك لهنا يا قبل وقت تشكلت حكومة حبيب السيد إيش قلنا لكم؟ قلنا لكم رأي الحكومة هذية ماشية في الخطأ والناس كلاتنا وقتها بالنقد وكلاتنا بالسبال وشاتبال وهذه الحكومة حتى يبقى للتاريخ وهذه الحكومة ستكون أفشل من حكومة حبيب السيد من الواردي جداً تعرفش علاش على الخطر اللي طالبوا منه صندوق النقد الدولية كان رسالة اللي بعثها سيسيم شاكر وميحبوش يحكوا عليها والبعثها محافظة البنك المركزي اللي في الوقت يطالب التوانسة بالتقشف المجلس الإدارة على البنك المركزي يطالب بش أربعة وخمسة مرات شهرية انتعوا التوانسة مهمش لقين عشان تعليله وهو يضرب عشرين وخمسة وعشرين مليون هو النائب انتعوا السياسة هذا متوانش صلحوا تونس؟ هالعرق اللي صاير في النهضة التحف وتتكتف اللي تحب تونس وهو سميلي فلان وسميلي فلان ندى تونس المقدم خمسة وخمسين مطلب في الوزارة الاتحاد الوطن الحر أكيد شوفي فيه رئيسه يحب وزارة والأخر يحب نعرش والأخر محب شنوبة أفاق تونس هذا مهوما مش يصلحوا الوضع في تونس وينو البرنام يصلحوا بيه يحبوا سمحني يحبوا يصلحوا فما اتفاق قرده سمحني يحبوا يصلحوا أو ضاحم هوما فما اتفاق قرده اللي يبلالك عليه اللي هو فارغ أفرغ ومن فؤادي أمي موسى وهذاك عليش راهي الجبهة الشعبية الواقعة والتاريخ والوقاعة والأحداث عمال وتأكد الصحة نطع النظر بتاحها الجبهة الشعبية مش ما تحبش الحكم الجبهة الشعبية تحب حكم مؤسس على خدمة البلاد وعلى خدمة الشعب وبتالي على برنامج صندي وبرنامج الصحيح وهذا لا تلاف الحاكم ما عندوش والجبهة الشعبية عندها هالبرنامج هذا وعندها المقترحات متاحة نعم شكرا لك سيد حمال همي مناتق رسمي باسم الجبهة الشعبية